يعاود الطيران الأجنبي للرصد والتجسس المساند لحفتر تحليقه على المحور الغربي لمدينة بنغازي مصادر من مجلس شورى ثوار بنغازي أشارت إلى أن الهدوء يسود المحاور منذ يومين في تأكيد لما نقلته وكالات عن مصادر عسكرية ما قالت إنه انسحاب القوات الفرنسية من بنغازي والمنطقة الشرقية محور الغوارش هدوء تقطعه من حين لآخر قذيفة من مدفعية ميليشيات حفتر دون أي تحرك للآليات العسكرية أو المشاه وفي جنفودا يزداد وضع العائلات العالقة سوء نتيجة الحصار الذي تفرضه عليهم ميليشيات حفتر وقياداتها برا وبحرا رغم المناشدات الدولية والمحلية بتوفير ممر آمن لهم أما وسط البلاد وسوق الحوت والصابري فقد حلقت طائرات الرصد الأجنبية على مستوى منخفض وسط الهدوء الذي يشهده المحور منذ أكثر من شهر